بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم وقتف أثرهم إلى يوم الدين أما بعد أرحب بكم إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم من الآداب الإسلامية وسنتحدث في هذه الحلقة إن شاء الله عن آداب الأخوة مما لا شك فيه ولا ريب وكما هو معلوم عند كل مسلم ومسلمة وكل مؤمن ومؤمنة فضل الأخوة في الله سبحانه وتعالى وكذلك فضل المحبة في الله سبحانه وتعالى فلو نظرنا في أحاديث نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم نجد أنها زاخرة بالأحاديث التي تدل على فضل الأخوة في الله وكذلك فضل الحب في الله فنبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم حث في أحاديث كثيرة على فضل الأخوة في الله وكذلك فضل الحب في الله وحذر من ضدها وهي البغض في الله وكذلك التقاطع والتدابر الذي هو ضد الأخوة في الله وكذلك ضد الحب في الله فهناك أحاديث كثيرة تدل على ذلك فمن ذلك ما روي في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجلان تحبا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل قلبه معلق في المجل ساجد فهنا نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ذكر سبعة أصناف سيظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذاكر منهم رجلاني تحبا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه كذلك من الأحاديث الذي وردت في فضل الحب في الله والأخوة في الله أن النبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي المروي عن ربه قال الله تعالى أين المتحبون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي كذلك من الأحاديث التي تدل على فضل الأخوة في الله وكذلك الحب في الله ما روي في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سوهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا في الله وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقدف في النار فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أصناف الثلاثة الذين يجدون حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله كذلك مما يدل على فضل الأخوة في الله وكذلك الحب في الله وكذلك الجلساء الصالحين ما روي في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة فانظروا إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات إلى فضل الجليس الصالح وكذلك المحبة في الله والأخوة في الله أن الجليس الصالح خير لك من جليس السؤال لماذا؟ لأنه إما أن يحذيك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة وكذلك الأخ في الله وكذلك المحبة في الله إما أن تجد منها ريحا طيبة وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه الإهداء وكذلك الهدية فهنا نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة يحث على الحب في الله وكذلك يحث على الأخوة في الله عدنا إليكم بعد الفاصل إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات من خلال برنامجكم من الآداب الإسلامية وقد ذكرنا قبل الفاصل أحاديث كثيرة من نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكثرها في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم تدل على أهمية الأخوة في الله وكذلك على فضل الحب في الله بل إن مما يعينك على التوبة ويعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى وجود إخوة لك في الله وكذلك وجود أناس يحبونك في الله فهذا يعينك على التوبة وكذلك يعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى وذلك ورد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة قاتل مئة نفس عندما أراد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى دله العالم على أمر مهم وقال له اذهب إلى قرية كذا وكذا ففيها أناس يعبدون الله فاصحبهم ولا ترجع إلى قريتك فإنها قرية سوء فهنا دله هذا العالم إلى أن يلحق بأناس يكونون إخوة له في الله ويحبونه في الله فهؤلاء يعينونه على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى التوبة النصوح وأن لا يرجع إلى الأرض التي هي فيها فإنها أرض سوء فيها أناس أشرار وصحبة سيئة لا يعينونه على طاعة الله ولا يعينونه كذلك إلى التوبة النصوح الأخوة في الله لها آداب ولها أمور ينبغي على كل مسلم ومسلم ومؤمن ومؤمنة الاعتناء بها فمن ذلك ملازمة أخيك في الله وأن يكون حبك خالصا لله سبحانه وتعالى لأن الأخوة في الله وكذلك الحب في الله عمل صالح وأي عمل صالح لا يقبل عند الله سبحانه وتعالى إلا بتوفر شرطين اثنين وهما الإخلاص لله سبحانه وتعالى وكذلك متابعة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فحبك لا بد أن يكون في الله ويكون خالصا لله لا تحبه لدنيا أو تريد من ورائه متاع من الدنيا قليل وإنما يكون حبك خالصا لله سبحانه وتعالى كذلك من الآداب التي ينبغي مراعاتها في الأخوة في الله الدفاع عن أخيك المسلم والدفاع عن عرض أخيك المسلم فهذه الدنيا فيها من الابتلاءات وفيها من الاختبارات الشيء الكثير وقد يعترض أخيك المسلم بعضا من تشويه السمعة وبعض من الأمور التي قد يترتب عليها تشويه سمعته وكذلك الإيقاع به والنيل منه فعليك يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة أن تكون مدافعا أخيك المسلم وأن تبرئه من كل أمر نسب إليه وهو منه براء فلا شك أن الدفاع عن إخوانك المسلمين هذا من الآداب التي ينبغي الاعتناء فيها في هذا الباب باب الأخوة في الله كذلك من الأمور التي ينبغي الاعتناء بها ومن الآداب آداب الأخوة في الله كذلك ستر أخيك المسلم فكلنا ذو عيوب وكلنا قد نرتكب شيئا من الذنوب والمعاصي وسيئات والآثام وقد يستر الله سبحانه وتعالى علينا فعلينا أن نستر أخواننا المسلمين وإذا رأينا منهم ما هو سيء فعلينا مناصحتهم بالسر وكذلك الستر عليهم فمن ستر مسلما فالله سيستره في الدنيا والآخرة ولذلك ورد في الحديث الصحيح في صحيح المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة فعليك يا أخ المسلم ويا أختي المسلمة أن تستروا على أخوانكم المسلمين فأنه من ستر مسلما فأن الله سيستره في الدنيا والآخرة والعكس بالعكس من فضح أخيه المسلم فأن الله سبحانه وتعالى سيفضحه على رؤوس الأشهاد في الدنيا والآخرة ولذلك هناك قاعدتان مهمتان في هذه الحياة وهي أنه كما تدين تدان والجزاء من جنس العمل فإذا سترت أخيك المسلم فأن الله سبحانه وتعالى سيستر عليك في الدنيا والآخرة وإذا فضحت أخيك المسلم فأن الله سبحانه وتعالى سيفضحك ولو بعد حين في الدنيا والآخرة أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ويجعلنا هداة مهتدين غير الضالين ولا مضلين وإلى لقاء قادم في حلقة قادمة إن شاء الله حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته